موسيقى 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 السلام و مرحبا بكم في قناتكم قناة ازياف DZ جيت لكم اليوم بفيديو جديدة وهو كيفية الاعتناء بالشفاه و كيفية نرد دورهم لونهم وردي بدون اي ماكياج وبطريقة جيد طبيعية إلا راكم بغيين تعرفوا الطريقة نقعدوا معايا بصح قبل ماذا بيكم تشتركوا في القناة تشغلوا الجرس باش يوصلكم ميساج و تكون منحط فيديو جديدة يلا همعايا نشوفوا الطريقة قبل ما نكمل في الفيديو جيت نقولكم ديروا في بلكم باللي ما خاصكم ش تستعملوا اشياء غالية ولا حتى حاجة تقدرو تعتنوا بصحة شنايفكم بمكونات طبيعية بسيطة و متواجدة في كل دار أول خطوة حتى تتحصلوا على شنايف شابين و ماشي مقشرين هي خاصكم تشربوا الماء على خاطرش كل ما كان جسمنا مرتب من الداخل كل ما هاد الشي ينعكس بطريقة إيجابية على بشرتنا شعرنا و شنايفنا الحاجة الزوجة خاصكم تديروا تقشير لشنايف تواحكم بش تتخلصوا من الجلد الميت و ثاني اليوم غادي نعلمكم كيفاش تخدموا مقشر للشيفاه بمكونات بسيطة يعني مكلة تروحوا تشيروا أي مقشر من برا و تضيعوا رهنكم في بعضهم أول حاجة نحتاجوها باش نديروا المقشر نتاعنا هو السكر كما رأيكم تشوفوا استعملت السكر الأبيض العادي اللي نستعملوه في الطبخ شهولت حانته شوية في الروبو باش ما يبقى شخشين بزاف و يضر لنا شفاج في تواعنا خصوصا إذا كانوا نايفكم حساسين المكون الثاني اللي نحتاجه هو زيد جوز الهند إلا ما كان متوفر عندكم زيد جوز الهند كما أنا اليوم سعملوا الفازلين الطبي و نظن باللي الفازلين متوفر في كل بيت من المستحسن تستعملوا زيد جوز الهند خاطرش عنده بزات ثوائد و طبيعي أكتر وإلا ما كانش متوفر عندكم الفازلين الشفاف الطبي رح كاين نوع آخر لهذا هو لون التعهجي وردي شوية ولكن كي تحطوه في البشرة التيعكم كما غدي تلاحظوا في الفيديو يولي شفاف أنا هذا هو الفازلين اللي غدي نستعملها اليوم في الخلطة التاعي إن شاء الله المكون الثالث اللي غدي نحتاجوه هو ملوين طعام ظالا كما على بالكم كين أنلوان كتير ومتعددة من ملونات الطعام ولا الملوين الغدائي انتو ما اختاروا اللون اللي يعجبكم ولا يتبغوه كتر أنا شخصيا نفضل للون الوردي ديروا في بالكم باللي إلا استعملتوا الملوين الغدائي ما غديش يدركم على خاطرش هذا ينتن كالعادي يعني كومي ستيبل إما لا تستعملي حاجة طبيعية وصالحة للأكل خير من تستعملي حاجة تدرك في صحتك يلا معا بعد نشوفو طريقة صنع المقشق بسم الله أول شي نحطو ملعقة من الفازلين نزيدوا على هاد الملعقات على الفازلين ملعقة تكون مامرة مليح بسكر هادك تعنا اللي وجدناه مقبل هنا تبقى اختيارية إلا كان انتو ما تبغو المقش يرتاحكم يكون حرش كتر نزيدوا كمية السكر نديروا كمية قليلة من الملون الغذائي هنا ثاني تبقى اختيارية ثم واللون اللي تبغوه كما قلت لكم في بداية الشرح وحتى نخلوا المقش التاعنا عنده ثوائد أكتر وأكتر نزيدوا له واحد المكون أنا نعيد له سحري واللي هو الفيتامين أ غدين نوريكم كيفاش نستعامله هاد الفيتامين متواجد في الصيدليات حوالي سعر التاع يجي على شكل كبسولات كما راكم تشوفوا وحنا هنا نحتاج فقط كبسولة واحدة غدي تدو كبسولة واحدة وتتقبوها عادي بالمقص وفي هاد المقش تستعمل قطرة واللازوج من هاد الكبسولة وتزيدوها للمزيج بهاد طريقة غادي تشوفوني نزيد الفيتامين او الى الخالط فالا هنا يقدرت تلت قطرات حوالي وغادي ندسها بش نستعملها في الملون اللي غادي نوجدوه مع بعض نبدو نخلط الخالط مليح مليح حتى يمتازج كمبلتما حتى يقول كما هاك الخالط شوفوا اللون تاعه هنا دروك تبقى عندكم انتومة لكن تبغوا اللون يكون افتح من هاك ولا اغمق من هاك زيدوا الدرجة تاع الملون الغدائي اللي درتوها بكل بساطة وتاني الى جاكم المقشر شوية كما نقولوا تقيل تقدوا تزيدوا نقطة من زيت جوز الهند بليتو زيت لوز نقطة واحدة ولا نقطتين تافي بالغرض ونوصلوا الخلط تكنوا ريكم كيف نستعملو على الشنايف بسم الله حطوا هذا المقشر حطوا هذا المقشر على الشنايف بطريقة دائرية بطريقة دائرية بش تحركوا الدورة الدموية وإلا بغيتوا تستعملوا فرشات أسنان نضيفة بيانشور بش يكون مفعول التقشير أحسن استعملوها ذالا ديروا التقشير تاعكم على الشنايف بطريقة دائرية ومن المرة ما تكملوا أغسلوا يدي بلوتو من المرة ما تكملوا أغسلوا شنايفكم بما دافئ هذا المقشر تقدروا تستحفظوا بها في التلاجة لمدة 3 أيام حتى الأسبوع عادي تقشير كما أعطيكم المكونات الطبيعية هذه لا يجب نستحفظوا أن نخلوها في التلاجة بثاف على خاطر تخسر بصحنا نذكر أننا نذكر زيت بلوتو منذكر أننا نذكر لها الفيتامين او نقدر نستحفظوا به هكا نحكم الإغلاق ونخله في التلاجة حتى الأسبوع ما يصير على الهوال ودروك نفوتو للمرحلة الزوجة واللي هي تحضير التانت ولا ملون الشيفة بش نخدمو هاد الملون نستحقو الجليسيرين الطبيعي السائل هذا تاني تلقوه سواء عند العشاب ولا في الفارماسي نديرو شوية من زيت الجليسيرين هنا عينكم نيزانكم من قدش نعطيكم المقادير كل واحدة وش حال تبغي كما نبغي بزعب هاد الملون دونك غادي نكتر شوية وديرو ملون الطعام اللي تبغوه طبيعة الحال غادي نستعمل الوردي فيس كيبدي تفيل الوردي الوردي نخلطو كل شي مليح ونزيدو نقطع لنقطين كيمة مقشر من الفيتامين هذي نفس الكابسولة درت بيها المقشر وغادي ندير بيها الفيتامين بلوتون ندير بيها الملون نخلطو نخلطو كل شي مع بعض بهات طريقة نحطو هاد الخالط في علبة نظيفة فارغة ولكن عندكم علبة تاعة غلوس ولتاعة أحمر شيفة هكمل للكم عمروها فيها وستعملو الوقت اللي تبغو هاد تقدو تديروهم مام في الخدود يحملهم بطريقة جميلة وطبيعية وظالة من مر ما حطيتها هنا في علبة استحفظت به في علبة قدينا نوريكم داروك طريقة الاستعمال نحكم شوية من هاد التينت ونحطو على شيفة حطه كما هكا ما تخافش جنوريز مون ونخلوه على شفايف لمدة عشر دقائق ما نقلعوه من مور ما يفوتو هادو كل عشر دقائق انا غدي دروك نمسح دي غاكس من مور ما يفوتو هادو كل عشر دقائق نمسحوه بابيا مشواخ وعلا شوفو انا ما خليته شمان باع عشر دقائق مسحتها تم تم وراها قاعد وردي مسحوه بابيا مشواخ ولبس ريتا قاعد ولا وبهاد الطريقة وبهاد المراحل اللي تتبعتوها انا غادي نضمن لكم باللي تخلوش نعيفكم وردية وصحية وما فيهاش اي لون رمادي ولا البنات كانت هذي هي الفيديو تاليوما اللي تعلمنا فيها كيفاش نخدمو مقشر للشيفاء وملون بصوالح طبيعية موجودة في كل دار نتمنى اللي يكون الفيديو للاعجابكم اذا عجبكم الفيديو حطوا انتم تاني لايك وكمنتر واشتراك وقولوا لي في التعليقات شا هي للطريقة اللي تستعملوها انتم بش تحتان وبش نيفكم وبهاد طريقة يا عم تعمل الاستفادة على الجامع هلو في رواحكم مبنت في امان الله وانتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديدة موسيقى موسيقى موسيقى